اشتركوا في القناة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أخت الحسين زينب صلوات الله وسلامه عليها هناك قائل يقول أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها قد آثرت أهلها وأخاها الحسين بكل شيء حتى ببكائها وندبتها فما هو السر في ذلك الإثار نعم أيها المؤمنون الإثار في يوم عاشوراء تجاوز حدود الموقف حتى أصبح ظاهرة وأصبح صبغة عاشورائية كربلائية وأصبح للإثار معناً حقيقياً في يوم عاشوراء حتى أستطيع أن أقول بأن يوم عاشوراء كان ملحمة الإثار وكان يوم الإثار العالمي حيث أن لكل واحد ممن حضر إلى جنب أبي عبد الله الحسين سواء كان ذكراً أم كانت أنثى سواء كان كهلاً كبيراً أم كان شاباً صبياً يافعاً بلغ الحلم أم لم يبلغ أو كان حتى رضيعاً نجد المواقف التلوى المواقف في معنى الإثار الحقيقي ولكل واحد من هؤلاء حكاية في الإثار وقصة حقيقة تستعذب لما تطرح في المحافل العامة صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم تفانوا يوم عاشوراء في سيدهم أبي عبد الله الحسين وذلك يعود إلى معرفتهم بأمرين الأمر الأول أنهم يعرفون من هو الحسين ومكانته ومقامه الأمر الثاني يعرفون عظيم حقه فلذلك كانوا يرون مهما تفانوا ومهما قدموا فهم مقصرون بحق إمامهم وسيدهم فترى أحدهم كان يود لو أنه قتل ثم قتل ثم قتل ثم أحرق ثم دقت عظامه ثم نثرت وهكذا يفعل به ما يفعل ولا يجد في ذلك ضيرا على نفسه بل يأنس بذلك من أجل إمامه ومفادات إمامه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فإذا كانت المعرفة ومعرفة المكانة ومعرفة الحق ينبغي أن تكون سيدة الإثار في يوم عاشوراء هي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لأن الحوراء زينب هي سيدة الكل في يوم عاشوراء ما عدا أخيها أبي عبد الله الحسين سيدة الكل في معرفتها فلا يرقى أحد إلى مستوى معرفة الحوراء زينب بمقام أخيها أبي عبد الله الحسين وعظيم مكانته ولا يرقى أحد مهما بلغ إلى معرفة الحوراء زينب بحق أخيها أبي عبد الله الحسين وماذا يستحق أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من تضحية وإثار وتفاني فلذلك كان إثارها بمقدار معرفتها فإثارها لم ينطلق من منطلق العاطفة وإنما من منطلق المعرفة فالحوراء زينب عارفة الحوراء زينب عالمة فلذلك كان إثارها درسا بليغا في مجال المعرفة وفي مجال نعم الارتباط الحقيقي بولي الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لذلك السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها قدمت أروع الدروس في ذلك بكاء الحوراء زينب لم يكن بكاء عاطفيا بمعنى أنها تخطت حدود العاطفة في بكائها وفي ندبتها لأن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت تجاوزت حدود المرأة العادية أنا لا أقول بأن الحوراء زينب كانت تفتقر إلى العاطفة أو كانت تنعدم العواطفة عند الحوراء زينب بالعكس كانت شخصيتها ناضجة متكاملة إنسانيا فكانت عاطفتها في أسمى درجاتها يعني بالقدر المطلوب والمعتدل عند الإنسان الفاضل والإنسان الكامل ولكن أقول أن العاطفة لم تكن تتحكم بشخصية الحوراء زينب وإنفعالاتها فلم يكن حزنها مجرد إنفعال عاطفي وإنما كان حزنها قضية وكان حزنها تعبير وكانت بأبي وأمي تستطيع أن تحرك المشاعر والعواطف وتهيج الضمائر والعقول فكان حزنها ندبتها بكاؤها رفضا للظلم والاستكبار والجريم البشع التي ارتكبت بحق الأبرياء من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كان بكاؤها وندبتها رفضا للظلم وتعاطفا مع المظلوم فتريد أن تخلق حالة من التعاطف من قبل المجتمع وأستطيع أن أقول أن الحوراء زينب استطاعت أن تؤجج المشاعر وأن تخلق عواطف جياشة متعاطفة مع أبي عبد الله الحسين ورافض لظلم الأمويين وفسادهم ولعله هناك حراكات حراكات سياسية حدثت أستطيع أن أقول أن للحوراء زينب الدور الكبير في تلك الحراكات السياسية العسكرية الثورية التي حصلت بعد واقعة كربلا فالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها التي حاكت مقامات أمها الزهراء وشابهت مقامات أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها وكانت قد تغذت في ذلك البيت النبوي وبيت الإمامة بيت الزهراء وبيت أمير المؤمنين والحسن والحسين وترعرعت في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لها مكانة ولها قدرة أن تكون فاعلة ومؤثرة في المجتمع ثم أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها قدمت القرابين تلو القرابين الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها قدمت أحد أولادها أو ولدين على مختلف الروايات وعلى كل التقديرين فإن الولد قطعة من قلب الإنسان من كبد الإنسان من كيان الإنسان ومن حق الأم طبعا أن تبكي عليه ولكن الحوراء زينب لم يسجل التأريخ لها أثرا واحدا من ندبة أو أنها ذكرت ولدها أو أولادها إن كانوا أكثر من ذلك لماذا؟ ومن حق الأم طبعا أن تبكي من حق الأم أن تنعى من حق الأم أن تندب ولدها ولكن أرادت أن تظهر بمظهر رسالي وأرادت أن تعبر عن تعبير رسالي ببكائها فيكون بكاؤها رساليا لأن البكاء على الحسين رسالة ولأن البكاء على الحسين يتجاوز حدود العاطفة إلى حدود التكليف والوظيفة الشرعية فالبكاء على الحسين عليه السلام كما في الروايات يحط الذنوب العظام البكاء على الحسين يخمد على مختلف الروايات أنا في المضمون أذكر فالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها تجاوزت حدود العاطفة إلى حدود المعرفة والهادفية في البكاء وفي الندبة الحوراء زينب آثرت أبا عبد الله الحسين بأعز ما تملك وهو خدرها وحجابها وعفتها وشرفها وصيانتها وإن بقيت عفة الحوراء وحجابها إلا أن الحوراء زينب أبي وأمي رضيت أن تكون تحت ذلك العنوان هي ونساء قومها الخفرات المدللات فبعد العز مذللات ولكنها وطنت نفسها على ذلك إثارا لأبي عبد الله الحسين وقضيته من أجل أن يبقى الحسين ومن أجل أن تبقى عاشوراء ومن أجل أن تبقى كربلاء فتجردت عن كل شيء وآثرت أبا عبد الله الحسين بكل ما لديها من أجل أن تتفانى في قضية أبي عبد الله الحسين واستطاعت أن تبقى هذه القضية فالسلام على الحوراء زينب يوم ولدت يوم عاشت يوم ماتت غريبة ويوم تبعث الحوراء زينب صاحبة الظلامة الكبرى صلوات الله وسلام عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة